كما التقى الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيد أحمد أبو الغيط وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد بحث اللقاء تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث شدد أبو الغيط على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية وبشكل كامل ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع وأكد أبو الغيط أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بدولة الفلسطينية تعد الطريق السليم لبدء مسار تسوية على أساس صحيح